اشتركوا في القناة الهمستين من كلمتين من حيث الحركة الآن الحديث عن مين رح تحدث هو بشكل عام لكن كل ما يخصنا الآن هو أهل السماء لكن بشكل عام إما متفقتان في الحركة أو مختلفتان في الحركة طيب لو قلنا متفقتان أكم حالة رح تكون ثلاثة إما تنتين مفتوحات وإما تنتين مكسورات وإما تنتين مضمومات إما مفتوحتان وإما مكسورتان وإما مضمومتان طيب بشكل عام عند اجتماع الهمزتين مع بعض سواء مختلفات أو المتفقات عندنا ثلاث حركات الفتحة والضمة والكسرة في الأولى وثلاث حركات في الثانية مجموحهم قدش هيكون ثلاثة في ثلاثة؟ تسعة مضبوطة لا لا أكم سورة الآن أخذنا؟ ثلاثة كم واحد رح يتبقى هنا؟ ستة دقيقة والله محمد ماشي فالآن رح نجيب لكم أحلم نتحدث عن مشاكل عام أنا الآن حديث مدخل عام إما ليش أنا بحكي لأنه ممكن البعض ما أخذش أهل السماء وكذا فممكن مش فاهم الأمور رح نقول إيش المستثنى أو إيش الموجة لم يأتي في القرآن مطلقا الآن رح نتحدث عنه ففي المختلفتان في الحركة الأولى مفتوحة والثانية مقصورة هل الحالة؟ والأولى مفتوحة والثانية مضمومة وركزه الآن نتحدث أن الأولى مفتوحة في الحالتين الأولى والثانية طيب في الثالثة الأولى مضمومة والثانية مفتوحة الآن الثانية صرت مفتوحة هذا بيعنيين الآن في شغل الآن رح يشتغله بذيك تربطوا أنه في المختلفات عنا حالتين الأولى منهم مفتوحة وعننا حالتين تاني منهم مفتوحة أن تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوحة إيش الحالتين التانيات اللي قلنا أن الأولى مضمومة والثانية مفتوحة أو الأولى مكسورة والثانية مفتوحة طيب إيش اللي ضل أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة أو تكون الأولى مكسورة والثانية مضموم هيت صح ولا لا ممكن يجي عقلا أكثر من ذلك لا هذا ما وقع في القرآن هذا موقع بشكل عام لكن الآن رح نلاقي أنه فيه شيء ما وقعش في القرآن من هذه الحالة تمام طيب نلاحظ هنا أنه الأولى والثاني الحال الأولى والثانية الهمزة الأولى مفتوحة طيب في الحالة الثانية الهمزة الثانية مفتوحة هذا يعني نربط الأن في شيء معين حتى نسهل على أنفسنا تمام لاحظوا هنا كانت الثانية مفتوحة طيب في الحالة الخامسة والسادسة لا توجد المفتوحة لا في الأولى ولا في الثانية وسوف نلاحظ أو بعملية استقراء نجد أنه لا يوجد في القرآن همزة مكسورة وبعدها مضمومة لا يوجد إذن الخمس حالات الأولى هذه وقعت في القرآن والثلاثة في المتفقات وقعوا أيضا في القرآن لكن أن تكون الأولى مكسورة والثانية مضمومة لم تقع في القرآن إذن مجموعة الصور اللي وقعنا عندك من صورة في القرآن ثمانية شكل عام ثمانية هل ربنا نرجع نقول لسه مدخل الهمزتان المتفقتان في الحركة من له عمل في الهمزة الأولى برضو منذعه من أكد هذا مدخل عام بلاء تسألين أنا اشتألين أنا ايش بدأ من له عمل في الهمزة الأولى الآن رح اللحظ أنه بعض إحنا حديثنا عن مين أهل السماء في أهل السماء من قسموا قسمين من له عمل في الهمزة الأولى ومن له عمل في الهمزة الثانية برضو الآن بدأت لخصوا فيها حتى كمان كمدخل عام تكون الأمور واضحة من له عمل في الهمزة الأولى ومن له عمل في الهمزة الثانية طب من من القراء من له عمل في الهمزة الأولى البصري وقالون والبزي بيش تغل في الهمزة الأولى تمام ومن له عمل في الهمزة الثانية ورش وقنبل هاي أهل السماء كلهم تمام طب مين لاحظت ملاحظة في ترتيب الأسماء أو في وجود الأسماء هنا ووجود الأسماء هنا ماشي طب في شيء أنا ممكن أربطه كمان حتى أبقى متذكر هذا الأمر بعد عشر عشرين سنة ممكن أنا أتذكر هذا بدون ما حتى أرجع لاحظه في الهمزة الأولى من من القراء عند نافع الأول قالون أول في الرواه له عمل في الأولى ومن من القراء عند ابن كثير من الرواه عند ابن كثير الأول البزة إذن من له عمل في الهمزة الأولى قالون الرواه الأول عند نافع والرواه الأول عند ابن كثير هذا بتربطوها كمانا أنا بحب الرابط لأمور هذه ماشي يعني أنه هنا قاف لا بد أن يكون هنا قاف ماشي لكن العلماء برضو ومشيخنا جزاهم الله خير كانوا يربطون أحيانا بعض الأمور فقالوا أنه الأول عند قالون الأول عند نافع والأول عند من كثير لهم عمل في الهمزة الأولى أول أولى والثاني عند نافع والثاني عند من كثير لهم عمل في الهمزة الثانية هذا رابط من باب الربط وضح الربط القانون البزة هم الأوائل عند القارئ تاعهم كل واحد عند القارئ تاعهم فهو مدام الأول فله عمل في الهمزة الأولى وورش وقبل هم الثاني عند القراءة فلهم عمل في الهمزة الثانية لا رح نأخذ الأمثلة برحتنا يعني ما تقلقوش تمام وضح الأمور نعم أشكال العمل في الهمزتين المتفقتين هل لهم أشكال فيه أشكال متعددة إما حذف الهمزة نحذف الهمزة أو لهم عمل في تسهيل الهمزة العمل تاحهم في تسهيل الهمزة أو إبدال الهمزة حرفها مد محض أو إبدالها حرف مد متحرك والآن برضا رح ناخد كما قلت الآن كمد خلعم إيش أشكال العمل في الهمزتين المتفقتين أربع إما حذف للهمزة أو تسهيل للهمزة أو إبدال الهمزة حرف مد مد يعني ساكن وإما حرف مد متحرك زي البغائيين تمام؟ الآن رح ناخد الأمثلة نعم في عنا ملاحظة جميلة جداً أنه أهل سما في حال اتفاق الحركة يختلفوا في العمل إذا اتفقت الحركتين مع بعض اختلفوا في العمل وفي حال اختلفت الحركة اتفقوا في العمل أعيد هذه برضو من الملاحظات اللي أنا بديك تربطوها إذا أهل السما نحن نقول لنا في المتفقات في الحمزتين من كلمتين فقط من لهم عمل أهل السما ونحن قسمناهم قبل قليل إما متفقات وأما مختلفات صح؟ كل المتفقات ثلاث حالات أشكال والمختلفات خمسة الموجودة في القرآن فقالوا العلماء إذا اتفقوا الهمزتين في الحركة اختلف عمل أهل السما مش رح نلاقي اتفاق بناتهم رح نلاقي رح نقول لك الآن ورش وقنبل لهم شغل وقالوا للبز له وعمل إذا فيه اختلاف طب إذا اتفقوا إذا اختلفوا الحركتين اتفقوا في الحركة يعني إذا كانت مفتوحة مثلا مع مكسورة اختلاف الحركة ولا مش مختلاف الحركة اختلاف الحركة رح نلاقي أهل السما كلهم اتفقوا في العمل طب إذا التنتين أنشره. الآن نلاقي خلاب بين أهل السماء في العمل. وضحة هذه النقطة؟ إذا متفقات الهمزات في الحركة اختلف أهل السماء في العمل. وإذا مختلفات في الحركة اتفق أهل السماء في العمل. وضح؟ ما زلنا في المدخل. ما أخذناش نساء أشياء معنا نشاطه بيه. طيب إذا كان الهمزتان متفقتان في الحركة طبعا إما مفتوحتان نحو جاء أمرنا وإما مكسرات زي في السماء إله وإما مضمومتان زي أولياء وأولئك وهذا في شيئا لها ثاني في القرآن. موضوع وحيد تعالي المضمومات. التنتين مضمومات. موضوع واحد وحيء ووحيد. افتتح سورة الأحقاف للآية 32. لكن في المكسورة والمفتوحة كثير. طيب إذن إما مفتوحتان أو مضمومتان أو مكسورتان. ندخل على أول بيت للإمام الشاطبي. المدخل في حد له سؤال فيه ولا الأمور واضحة. والآن رح توضح الأمور أكثر مع الشرح بإذن الله. قال النظم رحمه الله وأسقط الأولى من اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتل علا. من فتل علا؟ أبو عمر البصر. تمام؟ طيب. أبو عمر البصر مريحنا. هو يسقط الهمزة الأولى في حال اتفاق الهمزتين مع بعض. يعني جاء أجلهم جاء أجلهم على طول. شاء أن شره شاء أن شره. بسقط الهمزة الأولى. من السماء إلى. من السماء إلى. أولياء أولئك أولياء أولئك. بغض النظر عن طول المدى الآن رح نتحدث عنه. تمام؟ لكن أنا الآن يعني الفكرة توصل. إذن الإمام البصر إيش عمل؟ أسقط الهمزة الأولى. وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتل علا. إذا كانوا زي بعض الكلمتين. تمام؟ واضحة الأمور؟ طيب. جاء أجلهم. كيف رح تقرأ الإمام البصرين؟ جاء أجلهم. دقيقة بس. جاء أجلهم. في السماء إلى. في السماء إلى. أولياء أولئك أولياء أولئك. تمام؟ طهيب. الإمام الشاطبي قال أسقط الأولى. تحدث عن الإمام البصري إيش قال؟ أسقط الأولى. العلماء قالوا لا. مش دائما نحن مع الإمام الشاطبي في هذا الأمر. ها قال بعض العلماء قال أن الذي أسقط هو الهمزة الثانية. يعني جاء أجلهم. إما أن نقول جاء أجلهم. حسب كلام الشاطبي. أو جاء أجلهم. إما أسقطت الأولى. البعض قال هكذا. وإما أسقطت الثانية. لكن الإمام الشاطبي إيش أخذ؟ أن الأولى هي للصاقبة. طب هل هذا بفيدني؟ أقول نعم بفيدني. بفيدني شوي. بفيدني فيما عرفت. كم مقدار المد اللي رح أمده؟ تمام؟ إذا أنا اتبعت منهج هذا لعمل في مقدار المد. وإذا اتبعت هذا المنهج لعمل. طيب بناء على قبل ما ندخل على مقدار المد. بناء على إيش قال العلماء أنه هذه الهمزة هنا المحذوفة كالإمام الشاطبي. وبعض العلماء قالوا لا الثانية المحذوفة. بناء على إيش؟ بناء على أنه قالوا الذي دائما له لنا عمل فيه الحرف الأخير من الكلمة. في الغالب. دائما يكون الحرف الأخير في الكلمة. وهذا رح نلاقيه عند الإمام مثلا حمزة في الوقف على نهاية الكلم. وهشام إذا كان الهمزة متطرفة. إذن دائما العمل في الهمزات في الهمزة المتطرفة. وهذه هي متطرفة. إذن حذفنا الأولى. هذه الحجة تعتب. وما الحجة أنه الهمزة الثانية هي المحذوفة. قال عندي اجتماع الهمزتين. وجود الهمزة الثانية هو اللي عمل لي ثقل. فأنا أبدأ أحذف الثانية. تمام؟ طيب. هل بيننا نهار الخلاف كثير؟ ليش كثير معني فيه. ما عني أنا في مقدار المد. إذا حذفت الأولى. أنا لمن أتحدث الآن؟ للبصري. صح؟ البصري عنده السوسي والدوري. شكل عام. دعنا نتحدث عن السوسي. عنده المنفصل والمتصل. المنفصل قديش على المقدار المد 2 والمتصل 4. طيب الدوري عنده المنفصل والمتصل. المنتصل 4. طيب المنفصل إما 2 وإما 4. أخذنا. صح ولا لا؟ طيب. إذا كانت هكذا. فأصبحت شبيهة بالمد الجائزة منفصل. عند الإمام السوسي قديش رحمدها؟ 2. وعند الإمام الدوري أم رحمدها 2 أو 4. صح؟ شبيهة بالمنفصل. طيب. وإذا كانت هكذا قديش رحمدها؟ سواء عند السوسي أو عند الدوري أربعة. لأنه ما تمتصل. صح؟ وارح الأمور؟ طيب أنا أديني الخلاصة. أنت منظر كيش تقول لي 2 أو 4 أو كذا؟ إذا قرأنا الإمام البصري رح نقرأ مرة بالتنين ومرة بالأربعة. هذا خلاصة لأمر. لكن أنا أحب تفهموا لماذا قرأنا هكذا أو كذا؟ إذا أنا لو بدأ أقرأ الآن بشكل عملي. لو بدأ أقرأ الإمام البصري سواء الدوري أو السوسي. كيف رح أقرأ له؟ مرة بالتنين ومرة بالأربعة في هذه الأمثلة. لكن نحن نتحدث في الأصل لماذا صارتتتين ولماذا الأربعة بناءنا على هذا؟ واضح الأمور؟ طيب. العمل والمشهور رح نمشى على كلام الشيطة بأن الأولى هي المحذوفة. تمام؟ هذا خلاف بين العلماء على إيش هو المحذوف. لكن أنا في النهاية إلي لب الكلام. إيش العمل أو على ماذا نعمل؟ رح نشغل على الأمرين. إما بالإثنين وأما بالأربعة. طبعا المقدمة رح يكون للإثنين. هذا اختصار الكلام. يعني مثلاً زي أحياناً إيش نقول نجيب مثال مثلاً في مثلاً في همزة الوصل إذا جاءت حرف الثالث من الكلمة مضمون ضماً أصياً أو عارضاً. لن ندل القاعدة للطلاب ونقولوا إذا كان مضموم ضمًا أصيًا فضم همزة وصل وإذا كان غير ذلك فلك الكسر وفي الآخر ممكن نزرد منه الخمس كلمات اللي هو إيش فيها ضم عارض ونقولوا هاي هدو الخمس كلمات إذا مرن عليك أعرف إنه هذه الكلمات العارضة إحنا إذن في النهاية ما يهمني عند الإمام البصري إنه أنا رح أقرأ بيش مرة بالاتنين ومرة بالعرض تمام إذن خلاصة الأمر في جاء أجلهم وما شابه ذلك من أمثلة للإمام البصري القصر والتوسط سواء الإمام السوسع أو الإمام الدولي هذا اختصار الأمر وهذا كما تحدث قبل قليل إيش التفصيل تاحه واطل أمور من بدأ أعيد تمام طيب في السماء إله في السماء إله أو في السماء إله أولياء أولئك أولياء أولئك أولياء أولئك أولياء أولئك قصر توصل حديث عن الألف الأولى أولئك هذا ما دمتصر من ليش دخل فيها أربع حركات أنا متحدث هنا تحذف الهمزة الأولى أو الثانية على خلابين العلماء لكن في كل الأحوال إلى المد والقصر أو القصر والمد مثل الإمام الشاطبي بأمثلة قال كجاء أمرنا في كجاء أمرنا الأصل لكن هنا قراءة على رواية أو قراءة الإمام البصري كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملة جبل أنواع الأشكال تعالى المتفقات إذن كجاء أمرنا مثل الإمام الشاطبي بالأنواع الثلاثة قال كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملة وجبل الأشكال والأنواع الثلاثة ثم الآن انتخل قال وقالون والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كاليا وكالوا وصح هلا قال وقالون والبزي الآن انتخلنا لمن الأول معه الأول قالون والبزي خلصوا من الإمام البصري في الفتح وافقا هما الاثنين وافقوا وافقوا مين البصري إذن قالون والبزي لهم في الهمزة المفتوحة إيش إسقاط الأولى زيهم زي الإمام البصري إذن قالون والبزيش رح يقرأوا جاء أجلهم جاء أجلهم أو جاء أجلهم نفس التعليل القبل قليل تمام ماشي هو إلو الاتنين لكن هنا رح نقرأ بنائم على الأصل يعني لحظة جماعة نقطة مهمة جدا هذه لما أنا أقول جاء أجلهم هيا جاء أجلهم مش الهمزة اللي هنا أنا حذفتها وأصبحت هكذا بناء على كلام الشيطبي مرة بتعامل معاها على الأصل أنه أصل الهمزة موجود وإنما حذفت لعلة العلة إيش؟ التقاء الهمزتين مع بعض فبتعامل معاها على الأصل فبمد أربع حركات ومرة بتعامل معاها على الشكل اللي أنا شايفه الآن اللي هو عدم وجود همزة فكأنها بتشبه المنفصل فبمده حركتين وطبعا المقدم الحركتين الآن رح ناخده ليش؟ لأنه لو قرأت للبزة لحاله أو قانون لحاله برضو رح تقرأ بـ 2 والأربع على أساس الأصل دائما جماعة هذا أمر عارض بقدرش أنا أتعامل مع الآن الحل موجود على الأمر عارض فقط وأقول هذا هو الأمر إنما بتعامل مرة معاها على العارض ومرة بتعامل معاها على الأصل تمام؟ إذا تعاملت معاها على العارض فبمقصر الحركتين وإذا تعاملت معاها على الأصل بمد الأربع ويجمع الاتنين مع بعض فبمد للإمام البزي أو قالون أو الإمام البصري بشكل عام سواء الدوري أو السوسي بقرارهم بـ 2 والأربع ينور عليك ميم ألف قال العمران مرة من القرار بالـ 2 والمرة بالـ 4 مرة على الاعتداد بالعارض ومرة 2 و 6 أفر مرة بالعارض ومرة بالأصل واضح الأمور؟ تمام؟ ثم قال وفي غيره أيش اللي غيره؟ الكسر والضم صح؟ يعني هو تحدث وقاله والبزل في الفتح وافقه وفي غيره أخي محالة ضيلة تنتين الضم والكسر وفي غيره كاليا وكلواوي سهلا سهلا وما الاتنين ألف التثمين لما يقول لي يجيب لي كافة التشبيه هذه كافة ويقول لي كاليا أو كلواوي خدوها قاعدة على طول أنه يقصر فيها التسهيل هيك يريد الإمام الشاطبي إذا قل لي كاليا أو كلواوي على طول خدوها التسهيل فيقول وفي غيره كاليا وكلواوي سهلا هلا هما الاثنين سهلوا طيب سؤالي الآن العمل سهلوا الأولى ولا سهلوا الثانية احنا حكينا كانوا في القسم الليل مصبوط قلنا عمل البصري والبزي وقالون عملهم في الحمزة الأولى خلصنا حكي عنهم محدش يقول لي طب هي في الأولى ولا في الثانية أنا حكيت لكم من الأول اللقاء أنه عملهم فيهش في الأولى إذن هما يسهلوا إيش الأولى يسهلوا وقال لي كاليا وكلواوي سهلا سهلوا كاليا وكلواوي طب لمن قال كاليا وكلواوي بمعنى أنه إذا كان ما قبلها مكسور فهي تصبح كالياوي وإذا كان ما قبلها مضموعة أو عفوا إذا كانت هي مضمومة فهي كالواوي تسهل كالواوي وإذا كانت مكسورة فتسهل كالياوي نحو قولي تعالى هؤلاء إن كيف ستنطق هؤلاء إن هؤلاء إن إيش عملت أنا؟ سهلت الأولى فأصبحت هذه الهمزة ما بين الهمزة وحرف الياء هاي كالياء وكالواوي طب مثلا على المضمومة مثلا أولياء أولئك ولما فيش غير هو للمثال أولياء 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 أخليكم إن شاء الله في نهاية اللقاء المحاضرة نمر عليهم ذكروا لي أولياء أولئك أولياء 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 أولئك هؤلاء هؤلاء إن هؤلاء إن هؤلاء إن غض نظرنا الآن أنا بحكيش عن مقدار المد اللي هنا ولا هنا برضو الآن إن القصل وإن التوسط والآن رح نأخذوا لماذا الآن نسميكم من مقدار المد أنا معنا الآن ما سفها موء الفكرة من هذا اللقاء نسبق الأحداث من نسبق الأحداث إذن أولياء أولئك هؤؤ هؤوا هؤؤ هؤؤن هؤلاء أولياء أولئك هؤو 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 هؤؤن من السماء مطموعة طبعا نقولنا في شغل موضوع واحد وحيد في القرآن البغاء في المجال لا هذا المكسور أهو البغاء في المفتوحة مثلا أو لا عفوا مطموعة نقولنا لا يوجد إلا موضوع واحد في القرآن وحيد أو لا أولاك طب المكسورة كثير المفتوحة كثير طيب إذن الهمزتان المتفقتان اللي قالون والبزي المفتوحتان إيش إلوه طبعا قسمة إما المفتوحتان أو المكسورتان والمطمومتان أدو القسم ثاني حذف الهمزة الأولى قالون والبزي في المفتوحتان وافقوا الإمام البصري فحذف الهمزة الأولى وفي المكسورتان والمضمومتان تسهيل الهمزة الأولى تسهيل الهمزة الأولى تسهيل الهمزة الأولى تسهيل الهمزة الأولى شكرا